موسيقى نحن هنا منذ ما يقارب ثلاث سنوات نطالب بحقنا المشروع الذي حرمنا منه كما نقول لائما في التصريحات منذ 2015 حيث كانت أغلب المناصب في التعليم العالي تخصص للدكاتير الموظفين وكنا نحرم منها دون أن نعرف سبب هذا الإقصاء وسبب هذا الحرمة منذ سنة 2015 إلى حدول هذه السنة حيث تم إلغاء المناصب الآن كان أغلب المناصب تخصص للدكاتير الموظفين ومن غرائب هذا البلد أنه بإمكان دكاتير الموظفين أن يجتازوا معنا الفتاة من المباريات الذين كانوا يخصصوا لنا وهو 100 مباراة لكل التخصصات بينما نحن المعطلين لم يكن بإمكاننا أن نشارك معهم في المباريات الكثيرة التي تخصص لهم على كل حال مشكلتنا ليست مع الدكاتير الموظفين ولكن مع هذه الطريقة أو هذه البدعة التي تولى وزرها أحد الوزراء الذين كانوا مسؤولاً على قطاع التعليم العالي في زمانه نحن نحمله المسؤولية ونحمله أيضاً لرأس الحكومات الذين تناوبوا طيلة هذه المدة لأعتبار أنهم سكتوا عن هذا المنكر ولم يستطيعوا إنكاره نحن الآن هنا للمطالبة بشيئين أولاً جبر الضرر من الإقصال الذي لحقنا منذ هذه السنوات أغلبنا تخرج من الجامعات ونقش طروحته دون أن تتاح له فرصة اجتياز المباراة وبالتالي نطالب بجبر الضرر الذي لحقنا الشيء الثاني هو أن تعود الأمور إلى نصابها وأن يكون هناك تكافؤ في اجتياز المباراة ومن كان الأكفى فله ذلك لكن قبل ذلك يجب أن نجبر الجهات التي تسببت لنا في هذا الإقصال الضرر الذي لحقنا وسبب لنا الكثير من المعاناة النفسية والاجتماعية في مختلف المجالات جاء اليوم أعضاء الاتحاد الوطني تكاتر المطالين لكي نقوم بوحدة الوقفة نضالية تعريفية بميرفنا المطلبي نحن هنا لأزيد من ثلاث سنوات ونحن نناضل في شوارع الرباط مطالبين فقط بحقنا دستوري وبفتح حوار جدي من أجل الحالة هذا الملف هذا الملف الذي عطل لأزيد من ثلاث سنوات نطالب من السيد المسؤول أن يفتح الحوار مع هؤلاء الكفاءات التي سنناضل في مدينة الطريبات وسنناضل لأزيد نحن لن نمل ولا نعمل من نضالاتنا سنستمر لأكثر من هذا نطالب من السيد الوزير الذي خرجته الإعلامية الذي قال بأنه سينفتح عن طلب الدكاترة من أجل التدريس من أجل سد الخصاص الموجود في الجامعة وأنا هنا أتوجه بسؤالي إلى السيد الوزير من خلال هذه المنابر الإعلامية كيف يمكنكم منهم أكثر كفاء أو منهم أحق بالتدريس في الجامعة هل الدكاترة الذين حصلوا على شهادة الدكتورة أم الدكاترة أم الطلباء الباحثين الذين لا يزالون يدرسون في الجامعة نريد حلولا معقولة ومنصفة لهؤلاء الأكفاء الذين يحملون أعلى شهادة من نحوها الدولة نحن الدكاترة المؤطنين في شوية الرباط وصمة عار على هذه الحكومة ضروري من حل هذا الملف المطلبي الذي عمره طويلا ونحن في مغرب العهد الجديد مغرب 2022 مقبلون على سنة 2023 ونجد دكاترة مؤطنين في الرباط هذا عيب وصمة عار جئنا اليوم كدكاترة إلى مدينة الرباط بالضبط نزلنا أمام وزارة التعليم العالي والبحث العليم والبتلكار الكائنا بحسن لرفع شعارات حقوقية شعارات اجتماعية أمام مسامع معالي وزارة التعليم العالي الميراوي لنسمعه مرة أخرى أننا كدكاترة معطلين نحتاج إلى حل جدري إلى حل واقعي إلى حل حقيقي لملف الدكاترة الدكاترة ككل في المغرب وخصوصا الدكاترة المعطلين على وزارة التعليم العالي أن يعي أن نحل هذا الملف أضحى ضرورة أضحى عملية أساسية لا جدالة فيها المنطق ديال التسويف المنطق ديال مرور الوقت المنطق ديال دبيهيو مبقاش واكل ضروري يخصو ينزل عند هاد الدكاترة باش يشوفو شنو هو الحل المنصف الجميع اشتركوا في القناة